لو الأملاح المعدنية أو المعادن قليلة في جسم البط هيبتدي نتش في بعض وياكل في بعض وتيجي من هنا المشكلة اللي كتير أو بيوجيها مشكلة إيه اللي هي الافتراس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزايكم حباب قلبي يا رب تكونوا بخير وفي صحة وأحسن حال بتعملي إيه النهاردة النهاردة إن شاء الله هعمل علف للبط هعمل طبعا كنت بأكل البط علف صافي اللي هو بتاع الشركات ده لحد سن شهر وبعد كده بقى ببتدي أدخلوا إيه الحاجات اللي أنا هقول لكم عليها دلوقتي علشان طبعا نحسن من طعم البط ما يبقاش طعمه وعلف على طول شوية بشوية لحد ما إيه أمنع العلف أنا بصبح عليكم طبعا وهجيب المكونات دي اللي كنت عملتها معاكم قبل كده عند الحمام وعند البط هجيب الكسين اللي عملناهم مع بعض اللي هم الفيتامينات والخميرة هنعمل بهم حاجة مهمة برضو هنخلطهم برضو مع العلف تابعوني بس لأخر الفيديو عشان أقول لكم المكونات بتاعة العلف بتاعنا إيه بالزبط والنسب بتاعتها إيه بالزبط عملنا إيه ودشنا إيه وطحنا إيه هقولكم كل حاجة بالتفصيل ركزوا بقى في الحاجات اللي جاية دي إيه اللي انت حطاه ده على المفرش اللي أنا حطاه ده عيش يا جماعة أنا بناشف العيش اللي بيبقى زايد مننا من أكلنا بناشفه بالشكل ده وبناشف برضو أشور البرتقان أشور الموز أشور الاسفندي البلح البلح اللي بيبقى برضو زايد من أكلنا ده أو البلح اللي مش بيتاكل بمعنى صح اللي احنا بنفرزه ده من الأكل برضو بناشفه بالشكل ده آآ وبنعمله كل الحاجات دي مع أشور التوم عندي أشور بصل بحطها أو بصوا دي أشور التوم يا جماعة اهي التوم برضو اللي بقشره وبعمله ساعات بعمل التوم بحطه كده في بطرمانات بحطها في الفريزل واستخدموا إيه بالطلب يعني أهو بصوا بتبقى الفصوص بالشكل ده طبعا بقشرها وبحط بفروم التوم مع الملح وبحطه في الفريزر بستخدموا يعني أو التوم مع الفلفل وبستخدموا فبقى القشرة دي ده مش برمية يعني ما برميش حاجة الحمد لله بفضل الله احنا بنرميش حاجة اللي عنده طول ما بيرميش حاجة الحمد لله بنعيد تدوير كل حاجة طيب عملت الحاجات دي كلها الأشور دي كلها جمعتها وودتها المكنة مع العيش وإشور البرطقان وإشور الوسفندي والموز والاسمو إيه ده وإيه تاني والبيض لو فيه برضو إشور بيت بس أنا مش هستخدم إشور بيت لأننا العليقة دي أنا هعملها للبط البط تسمين مش للبيض تمام طيب بصوا بقى ودناها المكنة مع العيش والحاجات دي كلها بصوا داشيناها بقى بالشكل ده بصوا هو ده العيش ده العيش معاه البلح واخدين بالكم من البلح أو لو تلاحظوا برضو فيه أشور للبرطقان والوسفندي اللي هي الصفرة دي اللي أنا هوريه لكم ده بالح يا جماعة البلح مفيد جدا 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 للطيور وخصوصا للبط بيسمين البط كده وبيغزيه وبيخلي البطاية يعني مالية مركزها كده بتبصوا أو بصوا التوم كمان في وقت قياسي كده البطاية بصوا يعني بنتبحها قبل ممكن شهرين ونص أو ثلاث شهور بالكتير هنتبحها إن شاء الله قبل رمضان وهوزن معاكم وقت ما هدبح إن شاء الله ووريكم كل حاجة بالتفصيل وشفتوا أكيد البط بسم الله ما شاء الله الله أكبر في أول الفيديو يعني ما شاء الله وزنه بجد بسم الله ما شاء الله يومه بيومين وثلاثة والله بسم الله ما شاء الله وأهم حاجة على فكرة نوعية البط من الأول البط اللي تجيبوه أهم حاجة تهتموه إنكم تجيبوا بط يكون من مصدر كويس ومصدر معروف وموسوق فيه لأن لو البطاية وحش مهما هتحطوا لها من أكل أو فيتامينات برضو مش هتجيب معاكم لكن البط ده بجد نوعه جميل جدا المهم طبعا أنا جايب إيه مع العيش والدش اللي إحنا ده الشينات ده كله جبت معاك كسب جبت شكارة كسب برضو دشتها في المكان أن الكسب بيبقى كبير كده أيوة كسب بتاع المواشي في ناس هتقولي الكسب بتاع المواشي أيوة كسب بتاع المواشي مفيد جدا جدا وفيه كمية من الفيتامينات فيه على فكرة فيه فل سوداني وفيه فل عادي وفيه اسمه إيه ده دورة وفيه حاجات كتير قوي 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 مغزية جدا للبط التسمي طيب إيه اللي أنا بفضيه دلوقتي بصوا أنا عملت مفرش كده المفرش ده على فكرة أنا اللي عمليه فرشاف في الأرض ده عبارة عن شكار هوريه لكم برضو في آخر الفيديو شكار وأنا اللي مخيطها ودائما إيه بقلب عليه العليقة اللي بعملها إيه للبط أو لطي فضينا شكارة من اللي هي وريتهها لكم دلوقتي عليها المد المد نامي Sudirways21 بلاش يا جماعة تجيبه العلف اللي هو بادي نامي لا هاتوا النامي عايزين تؤكلوا مثلا المرحلة اللي هي بادي نامي بعد المرحلة البادي بنحط بادي نامي خلطوا بين هاتوا البادي اللي هو 23% وهاتوا النامي اللي هو 21% وحطوا من ده وحطوا من ده لكن بلاش تجيبوا الشكارة اللي هي مكتوبة عليها بادي نامي بالله عليكم لأن دي بتبقى كنسة المصانع والكلام ده من مصدر موسوق فيه ومن ناس شغالة جوه المصانع نفسها هي اللي أيلال الكلام ده طيب أنا عملت إيه دلوقتي أنا فضيت شكارة 25 كيلو اللي هي العلف النامي طبعا البط ده فوق الشهر يعني بقاله حوالي حاجة واربعين يوم دلوقتي تمام طيب إحنا بعد الشهر بنعمل الموضوع ده بعد ما البطي كمل شهر بنعمل الموضوع ده طب أنا إيه بقى عمل إيه دلوقتي أنا دلوقتي بحاول أفرد أفرد اللي هو البلح البلح تحسوا أنه هو معمول في بعض وماسك في بعض وكده لما تدش طبعا في الماكانة فالبلح تحسوا ماسك في بعض لو ملاحظين برضو أشور البرطقان بصوا بيننا يعني طبعا إحنا عارفين البرطقان والإسفندي فيتامين سي من الدرجة الليقوله فيتامين سي إحنا عايزينه صيف شتة للطيور طبعا إحنا عارفين أن فيتامين سي بيرفع منعت الطيور بطريق أحل وقوي ومضاد الإجهاد الحراري في الصيف والشتة لو في برد شديد الطيور بيجي لها إجهاد حراري تمام كده في الحرر الشديد برضو بيجي لها إجهاد حراري ففا فيتامين سي مهم جدا جدا للطيور صيف أو الشتة تمام طيب إحنا حطينا 25 كيلو من العلف اللي هو النامي 21% وحطيت طبعا العش ناشف مع البلح مع الحاجات اللي إحنا دشنها دي مش هحط منها 5 كيلو بس هحط عشرة كيلو حطيت حوالي 10 كيلو من حاجات اللي إحنا دشنها ده الكسب يا جماعة الكسب بعد ما دشيته بقى بالشكل ده لأن انتم عارفين الكسب بيبقى ناس اللي عارف الكسب بيبقى كبير كده طبعا البط مش هعرف يأكله المفروض أكسره يعني فأنا استسهلته وديته المكانة برضو الدش بس أنا دشيت الكسب الواحده ودشيت العش بقى مع البلح مع الأشور اللي أنا كنت منش فيها تمام حطينا 5 كيلو من الكسب أو 7 كيلو يعني ده من 5 كيلو أنا ما وزنتش الصراحة بس هو الجردل ده تقريبا بيشيل 7 كيلو يعني ممكن اللي أنا حطيته فوق الخلطة دي حوالي 7 كيلو وكسب وهنا هحط ردة برضو ممكن من 5 ل 7 كيلو تمام حطينا من الدش لدش نادة حوالي 10 كيلو وحوالي 7 كيلو كسب وحوالي 7 كيلو ردة وهنحط دلوقتي برضو درة أو أنا حطيت الدرة على فكرة في الأول حطيت الدرة برضو يجولهم في حدود 7 كيلو برضو 7 كيلو تمام هكتب لكم إن شاء الله اللهم اذكرني هكتب لكم الحاجات دي في الوصف برضو بالمقادير عشان حبيبي يبقوا عارفين برضو تمام وحطينا إيه بقى دلوقتي دي اللي أنا حطيتها دلوقتي معاكم دي خميرة ستار حطيت نص كيس مش كيس كامل وده ألف دال تلاتة هي برضو نص كيس مش كيس كامل وهنحط إيه تاني هنحط دلوقتي برضو أملاح معدنية إحنا عارفين فايدة الأملاح المعدنية وأهميتها خصوصا للبط وفي المرحلة اللي أنا واريتها لكم دي المرحلة اللي هي البط بيبتدي إجناح والريش بيطلع في الإجناح وفي الديلة في الفترة دي لو الأملاح المعدنية أو المعادن قليلة في جسم البط هيبتدي نتش في بعض وياكل في بعض وتيجي من هنا المشكلة اللي كتير أو بيوجيها مشكلة إيه اللي هي الإفتراس وليه البط بيفترس بعضه والبط بيقطع في بعض بسبب يا جماعة قلة الفيتامينات في الجسم وخصوصا الأملاح المعدنية والعناصر المعدنية اللي بتبقى إيه في الكيس ده ده مليان على فكرة بالعناصر المعدنية مفيد جدا جدا بجد للبط خصوصا وللطيور عمتين يعني وللحمام على فكرة مفيد جدا لأملاح المعدنية الجميل جدا طيب إيه اللي انت هتحطيته أو اللي انت هتحطيته ده ده سكر يا جماعة زي ما قلت لكم برضو قبل كده للي ما شافش الفيديو بتاع المكونات دي أو الفيتامينات دي اللي احنا خلطناها مع بعض احنا بنحط السكر ده علشان السكر بيخلي مجموعة الفيتامينات دي بتتجانس مع الأملاحة المعدنية مع الخمائر مع العلف وبتدي بقى الجسم الطير بتدي تدي بقى العناصر اللي هو محتاجها بجد يعني احنا دلوقتي بقى بنخلط الكلام ده كله مع بعض هنبتدي نخلطه ومش هحطه بقى في الشكاير علشان برضو العلف بتاعكم يبقى نظيف وما يدخلوش اي فطريات ولا اي تراب ولا اي يعني اي حاجة وحشة ولا يجيلوا ولا مثلا حشرات تلعب فيه او تاكل منه ونبتدي نحط منه للبط او الفرخ والبط يتعب مننا حاولوا تحافظوا على حاجتكم وحطوها في حاجة محكمة الغلق اي حاجة بقى برميل جردل اي حاجة انا هنا احطها في برميل بالغطى بتاعه في حاجة برضو عايز اقولكم عليها العيش اللي انا منشفها جماعة مهم جدا لما تيجوا تنشفوا عيش للطيور او اي اشور اي حاجة عندكم نشفوها يوم بيوم على طول تطلعوها في الشمس على طول يوم بيوم ما تسيبوهاش عندكم مثلا تحطوها في حاجة كده لحد ما يبتدي العيش يعرق على بعضه او يعمل زي طبقة عفن كده وتبتدوا بقى اي تنشفوها لا اما هو كده هيبقى فيها اللي هو السموم الفطرية السموم الفطرية دي يعني اكبر حاجة ازية على الطيور هي السموم الفطرية اكتر حاجة بتضر فعلا الطيور والحمام والفراخ والبط والحاجات دي كلها السموم الفطرية خلوا بالكم بالله عليكم الحاجات دي بتقزي الطيور خلي بالكم منها يعني الحاجات البسيطة دي ركزوا فيها بالله عليكم يعني النشف الحاجة بتاعتنا اول باول في الشمس وتفردوها زي ما انا فردها كده على مفرش نظيف وتحطوها في حتة تكون شمس وبعد ما تنشف تبتدوا تلموها يعني اول باول برضو اللي ينشف لموه وفرشوا بجاله تمام كده ومتحطوش حاجة على حاجة برضو علشان ما تعملش طبقة يتعفل حطوا الحاجة بتاعتكم وفرشوها كويس واول ما تنشفش كارة كده ايه وعبوا حاجتكم وتطربت كويس وتبتدوا ايه بقى بتودوها للمدشة او المكنة اللي هي بتطحن الحاجات دي بتطحنوها للطيور اهو زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله انا برضو عملت كمية محترمة من العلف ولسه فاضل عندي انا كنت جايبة كسب وجبت ردة وجبت دورة دي الحاجات اللي انا اشتريتها اما العيش بقى والاشور والحاجات دي كلها انا طبعا مناشفاها عندي ولسه الحمد لله برضو فاضل عندي منها هبقى اجيب لازم طبعا بعمل بالعلف يا جماعة مش بقطع في السن ده العلف الجاز مش بقطعه للبطل ان هو دلوقتي في مرحلة ان الريش يطلع فمش هقطعه علشان برضو متحصلش ايه مخضوع اللي في التراس انا بوريكم هنا ان المفرش ده نمخيطاه بعبارة عن شكاير كده في بعضها وعملت مفرش كبير بقلب ايه عليه العلم اشتركوا في القناة